تخيل انك تقدر تسجل صوتك او ترفع اي تسجيل صوت والزكاة الاصطناعية يحولهولك لفيديو احترافي في الفيديو ده هنجرب مع بعض ميزة من ميزات كتير موجودة في موقع موشن وهو ازاي نحول الصوت الى فيديو احترافي ممكن الفيديو ده يبقى فيديو لمحاضرة لدورة تدريبية لقصة لفيديو تسويقي لفيديو شخصي حتى لو انت عايز بس تقول افكارك وتحولها لفيديو تقدر دلوقتي تحولها بضغط زر واحدة بس موقع موشن بيساعدك انك تسجل صوتك او انك تضيف له صوت يكون متسجل قبل كده وبعد كده بيحولهولك لفيديو جذاب واحترافي وكل ده من غير ما تحتاج اي خبرة في المونتاج او التصميم فلو انت مهتم دوس لايك ويلا بينا نبدأ الفيديو دي الصفحة الرئيسية لموقع موشن دوت كوم تقدر تدخل على الصفحة الرئيسية من خلال الرابط اللي هستيبولك فاس في الفيديو او لو دخلت على جوجل كتبت موشن دوت كوم هيوجهك تلقيا للصفحة دي اول حاجة هتعملها هنسجل حساب في الموقع عن طريق جوجل او ديس كورد او اكتب اي ايميل تاني انا هسجل عن طريق جوجل فاول ما ضغط على جوجل هو تلقيا هيختار الايميل الخاص بيا ويعمل لي الحساب على طول ويفتح معايا بالصفحة الرئيسية بالشكل اول ما تسجل حساب هتفتح معاك الصفحة الرئيسية بالشكل ده تقدر تستخدم خواص كتيرة موجودة في الموقع من ضمنها حتى كمان في هنا ولكن تعالى نركز على خاصية جديدة جميلة جدا لو دخلنا على هندغط عليها بالشكل ده هيجيب لك هنا الصفحة دي بيبدأ يقول لك انت عايز تعمل ايه فبتكتب هنا الفكرة اللي انت آآ عايز تعملها وده بيكون وصف بسيط بتكتبه والموقع تلقائم بيقدر ينفزه لك او انك ممكن تضغط على حاجة تانية اسمها وهي انك بتضيف سيناريو وانت مجاهزه وتقدر تضيفه هنا والموقع هيقدر يحوله لك لفيديو والخاصية الجديدة بقى هي وده بقى بيقول لك ان انت ممكن تستخدم صوتك في انك تقدر تحول الصوت بتاعك لفيديو وده طبعا بيكون مفيد جدا لناس كتير وخصوصا الناس اللي هي حبة مسلا تعمل المحاضرات او عايز تعمل فيديوهات تعليمية آآ عايز تعمل فيديوهات شخصية ازا فهو مفيد في الاستخدام الشخصي زي ان انت مثلا ممكن عايز تقول افكار عايز آآ برضو في التعليم عايز تعمل دورات تعليمية بودكاست او عروض احترافية عايز تسجل اصوات خارجية عايز تجيب حتى غاني مسلا من على سبوتيفاي وعايز تحولها الفيديو عايز تجيب خطب او مقاطع صوتهم على اليوتيوب او اصوات بيقية او اصوات مدن او اصوات طبيعة كل ده مبتاحك ان انت تجيبه هنا للموقع وتقدر تنفذ عليه الفيديوهات ازاي بقى في عندنا تلات طرق الاولى وهي عن طريق الاوديو وده بتسجل صوت بشكل مباشر او والثانية عن طريق الفيديو دي بتقدر تسجل صوت غصورة وممكن كمان تاخد منها الصوت بس او انك تكون عندك صوت جاهز وبتقدر على عشان تضيفه تعالى كده نجرب اول حاجة معنا وهي الاوديو ونشوف ازاي نحن ممكن نعمل منه بنفس طريقة الاوديو او الفيديو هي الطريقة واحدة وهي ان انت بس اما حاجة عندك تكون مجاهز المحتوى اللي انت هتقوله فانا كنت هنا مجاهز قصة بسيطة وهروح هنا اضغط على اوديو طبعا هنا الاول بنختار اللغة فانا بقوله ان انا اختار اللغة العربية واضغط على اوديو فبيفتح معي هنا الصفحة الصغيرة دي بتيجي هنا تختار الميكروفون انت هتسجل بيه سواء كان بقى بتاع اللابتوب او الموبايل وانا هنا اختار المايك اللي انا هتسجل بيه هو الفاي فاي مجرد ما ابدأ اضغط على ستارت ريكوردينج انا هبدأ كلام في القصة ومجرد ما اخلص القصة هضغط على ستوب ريكوردينج في صباح يوم مشمس كان ادم يساعد والده في ري الحديقة لاحظ ان الخرطوم يدخ الماء بقوة والماء يتصرب خارج حدود النباتات سأل ادم بابا هل نحتاج كل هذا الماء ابتسم الاب وقال سؤال ممتاز يا ادم لا النباتات تحتاج كمية محددة فقط والباقي يهضر والماء نعمة يجب ان نحافظ عليها فقر ادم قليلا ثم قال ما رأيك ان نستخدم دلوا ونروي كل نبتة على حدة هكذا لن نسرف في الماء اعجب الاب بفكرة ادم وقال رائع انت ولد ذكي بهذه الطريقة نرشد استخدام الماء ونحافظ على البيئة ومنذ ذلك اليوم اصبح ادم حريصا على عدم هدر الماء ويقول دائما لاصدقائه الماء سر الحياة فلنحافظ عليه هيظهر معك هنا الصوت بالشكل ده بعد ما تم تسجيله ولو جيت هنا ضغط على تشغيل في صباح يوم مشمس كان ادم يساعد والده في ري الحديقة لاحظ ان الخرطوم يضخ الماء بكوة والماء يتسرب خارج حدوده هتلاحظ هنا ان هو هنا سجل الصوت بتاعي بالشكل ده واضافه له هنا الموقع بالشكل ده الطريقة التانية برضو في التسجيل وهي عن طريق الفيديو وهي بنفس الطريقة لو جيت ضغط على الفيديو بيجي هنا بيقولك start recording فبيبدأ عملية التسجيل وبعد كده بتضغط على stop recording فبيجي في الاخر برضو اول ما تضغط على stop recording هيظهر معك الصوت بنفس الشكل ده لكن المرة دي هنا هتلاحظ ان هو جايب لك هنا حاجة اسمها use audio only وجايب لك هنا الفيديو لو انت مسجل فيديو هتظهر فيه هنا بس انا عشان ما سجلتش فظهرت الشاشة السودة فلو انا جيت هنا قلت له انا عايز استخدم الصوت فقط وضغطت على العلامة دي هو تلقائيا هيستخدم الصوت بس هنيجي بعد كده تحت نختار الابعاد بتاعتنا عندنا بعض 16 لتسعة read تسعة لستاشر طويل واحد لواحد مرابع بناء على احداث القصة اللي انا عملتها انا هختار هنا برضو الستايل بتاعي يكون وعندك هنا استايلات متعددة تقدر تختار منها اللي انت عايزه وبعد كده هنروح على حاجة اسمها transcribe عشان يبدأ يكتب لنا السكريبت بتاع الفيديو بناء على الصوت اللي احنا سجلنا بعد كده هنا جاب لنا الصفحة دي وهنا هتلاحظ ان هو كتب الكلام هنا لكل لقطة او لكل نص انا قلته انكتب لوحده وهنجي بعد كده على ان احنا نروح نضغط على generate عشان يبدأ نشوف الخطوة اللي بعد كده ايه هنضغط على generate هنا بقى هيبدأ ان هو يحاول كل جملة انا قلتها لصورة بحيث تبقى الاحداث ماشي معانا بشكل قصصي او سارد قصصي كويس تعاني شوف النتجة هتكون عاملة ازاي هنا هتلاحظ بقى ان هو عمل الصور بالشكل ده هنا ادم هو مع والده بيسق الزرع وهنا طبعا هيحصل حوار ما بينهم وهيبدأ يظهر ادم وهو واقف بيسق الزرع والحوار متواصل وطبعا ادم كمان هنا هيكترح على ابوه اكترح ان هما يرشوا او يسق الزرع بحاجة واحدة فبصراحة انا شايف ان هو الموقع نفذ القصة بشكل كويس بالاضافة ان هو ممكن بقدر امكانها حافظ على ثبات الشخصية وده مهم جدا نوع كتير جدا في المشاهد لما انا كنت بقى اقرأ بالراحة فكان بيحصل فواصل كتير فبالتالي عمل لي مشاهد كتير وده شيء كويس جدا وطبعا مجرد هنا ما بيخلص المشاهد كلها بيظهر لك هنا حاجة دلوقتي مهمة جدا ان هي بس احنا مش هنخلي الصورة تبقى ثابتة بالشكل ده وخلاص لا انت الصورة دي احنا ممكن نعملها تحريك او وتبقى شبه الفيديو كده ازاي بس او لازم الخطوة ده نعملها لما كل الصور تظهر معانا بالشكل ده بعد ما ظهرت كل الصور تقدر دلوقتي ان انت تعمل تحريك لكل الصور بس قبل ما اقولك هتعملها ازاي عايز اقولك ان انت لو في صورة ما عجبتكش فانت لو ضغطت على الصورة مثلا بالشكل ده عندك اعدادات ممكن تعملها زي regenerate ان انت تعيد انشاء الصورة replace ان انت ممكن تبادل الصورة دي بصورة تانية animate ان ان انت تعمل تحريك للصورة وكمان ممكن تعمل insert image يعني لو انت عندك صورة اصلا ممكن تضيفها للقصة وده طبعا شيء كويس جدا طبعا هنا في حاجة انا قلتها دلوقتي اللي هي الانيميت الخاصة بتحريك الصورة لو انا ضغطت على انيميت هيبدأ ان هو يعمل لي تحريك للصورة دي بس الموقع عاملك ميزة حلوة اهو وهي انك لو ضغطت على animate all فدي هتقدر تحدد كل الصور ويعمل للك animate في وقت واحد يعني بدل ما تقعد تعمل العشرين صورة واحدة واحدة لا انت هتقدر تعملهم كلهم مرة واحدة وده لو ضغطت هنا على animate all فانا هضغط عليها بالشكل ده وده بيجي للك لك هنا عايز تستخدم بتمن آآ كوينز المشهد ولا الانفانسد انا هختار الانفانسد عشان يكون افضل وبعد كده اضغط على اوكي فهتبدأ دلوقتي العملية الخاصة بتحويل الصور من صور الى فيديوهات بالشكل ده تعالوا بقى نشوف الفيديو بعد ما اجهز كده ونشغله قبل ما نعمله الخطوة اخيرة نشوف كده الوضع عامل ازاي نشغل كده هنا طبعا ده شغل المشهد بس يعني لما نضغط على مثلا اي مشهد من المشهد دي وهنا دلوقتي بيشغلك المشهد بس اسمع كده شوف كده هعمل هنا حركة انيميشن للصورة طب والصوت على كده بقى شغل الصوت هل نحتاج كل هذا الماء هنا جاب اللقطة اللي هتنقال او صوت اللي هنقال في اللقطة دي بعد كده بعد ما بتجهز كل حاجة بنبدأ دلوقتي نضغط على next فبيجي هنا هيقول لك بقى اختار بقى انت عايز العنوان نمط ايه فمسلا هنختار النمط ده عايزة اللي هي الكلام اللي هزهر على شاشة نمط ايه ممكن نختار مثلا ده وهنا بيجي برضو عايزها عنوان ولا صورة ممكن نقول له عنوان او بصورة وهنا بقى بيبدأ يقول لك عايز اي تفاصيل بقى اللي هي عايز اي حاجة معاية اختار بقى اللي انت عايزه من الحاجات الديلة اللي تعجبك وكمان هنا بيقول لك لو محتاج موسيقى هيقدر يعمل لك موسيقى او لو مش محتاج اضغط على نان طبعا الصوت لان انت اللي مسجله فطبيعا ان انت مش محتاج تضيف صوت او حد يقول الصوت وبعد كده هنضغط على كومبوزيت عشان يبدأ دلوقت المرحلة الاخيرة وهي مرحلة عمل ريندر للفيديو بالشكل ده وهنا جي الفيديو النهائي تعال بقى نشغله في صباح يوم مشمس كان ادم يساعد والده في ري الحديقة لاحظ ان الخرطوم يضخ الماء بكوة والماء يتصرب خارج حدود النباتات سأل ادم بابا هل نحتاج كل هذا الماء ابتسم الابا وقال سؤال ممتاز يا ادم لا النباتات تحتاج كمية محددة فقط والباقي يهضر والماء نعمة يجب ان نحافظ عليها فكر ادم قليلا ثم قال ما رأيك ان نستخدم دلوا ونروي كل نبتة على حدة هكذا لن نسرف في الماء اعجب الاب بفكرة ادم وقال رائع انت ولد ذكي بهذه الطريقة نرشد استخدام الماء ونحافظ على البيئة ومنذ ذلك اليوم اصبح ادم حريصا على عدم هدر الماء ويقول دائما لاصدقائه الماء سر الحياة فلنحافظ عليه مصراحة الفيديو جميل جدا وعمل كل لقطة بمشهد فدي كان اجمل حاجة كمان في الفيديو بكل بصر دلوقتي اقدر ان انا اعمل دونلود للفيديو واختار هنا فيديو وتقدر كمان تحمل الصورة بتاعته والستوري بورد او الكلام لو انت حابب تضيف كل ده على منصتك فنضغط على فيديو بالشكل ده وتلقى اي انا هيحمل معي على طول عندي على الجهاز بصراحة الموضوع جميل جدا طب تعالى كده بقى نجرب بس حاجة بسيطة ان احنا ممكن نحمل صوت جاهز اصلا ونشوف هيعمل معنا ايه هجرب تاني بقى هنا معاكم ان احنا اصلا نجيب صوت جاهز وده طبعا انت ممكن نجيب صوتك صوت اي حد واضغط هنا على وهروح نختار الصوت هنا كنت مجهزه عن الزكاية الاصطناعية واضغط على هيبدأ دلوقتي اضافة الصوت هنا بالشكل ده هيضيف الصوت هنا بالشكل ده وهنكمل بعد كده نختار الابعاد اللي احنا عايزينا مسلا تسعة الستاشر وممكن بعد كده نختار حاجة اسمها زا كان احنا هنعمل حاجة متعلقة بزاكية الاصطناعية او حاجة حقيقية او نختار كمان وبكل بساطة بعد كده نضغط على حاجة اسمها فهيبدأ دلوقتي ان هو يعمل لنا النص بالشكل ده بعد ما عمل النصوص بالشكل ده هنضغط تاني على وهيبدأ دلوقتي يعمل لنا الصور هنا كده بالشكل ده عمل هنا الصور جميلة جدا كلها متعلقة وطبعا كالعادة احنا عشان نعمل الصور ديات يعني عايزين الصور ديات يكون فيها حركة فمجرد ما يخلص من الصور برضو هنضغط على انيميت عشان يحاول لنا الفيديو بالشكل ده هنا عمل هنا طبعا الصور حاولها الفيديوهات بتتحرك بالشكل ده وبعد كده على طول هنضغط على نكست وبعد ما اضبط الاعدادات بتاعتي زي المرة اللي فاتت هنضغط عليها كومبوزيت فهيبدأ يعمل الفيديو ويخرج معي في النهاية بالشكل ده ودي كانت النتيجة النهائية الزكاء الاصطناعي هو فرعا من فروع علوم الحاسوب يهتم بتصميم وتطوير انظمة وبرابق قادرة على محاكاة السلوك البشرية الذكية يشمل ذلك مهام مثل التعلم التفكير حل المشكلات الفهم والتواصل واستخدام اللغة الطبيعية يعتمد الذكاء الاصطناعية على تحليل البيانات الكبيرة والخوارجية بصراحة نتجة كويسة جدا نفس الطريقة نقدر نعمل دون لود للفيديو لو ضغطت على فيديو هنا يحمل معاك الفيديو بشكل ده واصبح معاك الفيديو جاهز للاستخدام في الحقيقة موقع موشن بيطور نفسه اول بول انت مش بس تقدر تعمل كده انت ممكن كمان تتحول الصور الى فيديوهات ممكن تعمل فيديوهات بدون ظهور ممكن تعمل فيديوهات او قصص بلغات مختلفة ممكن تعمل محادثات باكتر من لغة للفيديو الواحد ممكن تعمل تجميل الصور وكمان ممكن تعمل قصص اسلامية بصراحة يجبني في الموقع ده ان هو سهل الاستخدام وبقدم مزايا مختلفة فانت دلوقتي كمان عندك الفرصة ان انت تقدر تحول افكارك لانك تعمل فيديوهات ومحتوى احترافي فاي مجال كان حتى لو هيكون مجال شخصي تسويقي حاجات كتيرة جدا بيقدر يساعدك الموقع ده في انشاءها حتى لو عايز تعمل محاضرات دورات تعليمية بودكاست كل ده تقدر تستعمله باستخدام موقع موشن كل الروابط هتلاقوها موجودة في وصف الفيديو تقدر دلوقتي تجرب مع نفسك موقع موشن اللي بتديك تجربة مجانية وبعد كده لو عجبك تقدر تشترك فيه لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تسيب لي رأيك في تعليق ولو انت مش مشترك في القناة تشترك دلوقتي وفعز الجرس عشان تتعلم اكتر عن الذكاء للصنع وفي النهاية السلام عليكم